الفات الملونة اليوم معنا طبعا الشيف نوران شيخ مالكة إحدى المطاعم المكسيكية عشان نتعرف أكثر على المطبخ المكسيكي ونقولها ياهلا وسهلا فيك شيف ونورتينا في الستوديو اليوم أهلا تسلمين مرورك طبعا بداية اليوم حابين نتكلم عن المطبخ المكسيكي وإش اللي يميز المطبخ المكسيكي بداية أن تشرفت أني مكون موجودة معاكم أنا عارف أنه عنديك خلفية في المطبخ المكسيكي والأكل المكسيكي سؤالي الأمانة طبخة بحب لأن الفكرة والكونسبت الأساسي من الأكل المكسيكي العيلة صحيح صحيح الطبخ كله يعني بينطبخ بس عشان العيلة تتجمع على طاولة واحدة فهو في هذه الفكرة من بداية الانطلاقة حقا الأكل المكسيكي أنه كل شيء بينطبخ مرة مضبوط وكل شيء مرة محبوك وكل شيء مضبوط يعني أكلة يمكن خليني أقول فيه فرق بين أكل الشارع المكسيكي وأنه يكون فاست فود أكل سريع هذا القونسب تماما غير فكرة أنه أكل سريع تماما بعيد عنه وصح أنه يمكن مثل ما قلت أكل شارع لكن بعيد تماما عن الفاست فود لا يوجد أي شيء في المطبخ المكسيكي مطبوخ بطريقة سريعة إن شاء الله سنرى وكيف المقادير المكونة وكيف أخذت وقت تحضير إن شاء الله نحن لدينا الوقت قليل فيه وقليل الوقت فجهزنا شيء من بدري بس هندي لكم إن شاء الله يعني فكرة كده يعني إن ديتيلز شويتين سعيدين طبعا بداية بتواجدك نوران وحيكون شيء جميل أنه اليوم معنا المطبخ المكسيكي يعني أتعرف على أسرار خليني نقول بعض بعض المسارة المطبخ المكسيكي بداية يعني في مطابق كثير اليوم المطبخ المكسيكي يعني إش نقول اللي فينا بيميزه هل هو مثلا خليني نقول بساطة المطبخ المكسيكي في ناحية معينة سهولة مثلا بس أنه ما هو مرة سهلة كيد يعني بس إش اللي اليوم أن نقدر نقول هي المكونات مرة سهلة وفي متناول الجميع يعني للأباسيك لأنه كل شيء موجود عندك في البيت ممكن تطبخ فيه هي المقادير والسبايس شوية هي لتفرق هي لتفرق صحيح حلو طبعا إش اللي خلينا أسألك بالنسبة للإقبال على المطبخ المكسيكي يعني يمكن متعودين مثلا المطبخ الياباني السوشي فيه كثير من الإقبال عليه لكن هلأ حطي فيه إقبال على المطبخ المكسيكي لو ما فيه أنا أحزع لي شوفي يعني المجتمع السعودي عنده فكرة بالأكل المكسيكي الأمريكي اللي هو تيكس ميكس فيه تخبيص يمكن أكثر في الأكل دائما الأكل المكسيكي اللي هو تيكس ميكس المكسيكي الأمريكي يكون جدا سريع وكل شيء يعني مأفض بعض بس الأكل المكسيكي لا الاثنتيك ميكسيكي اللي إحنا ماشينا عليه في المطعم صراحة لا أمو كده هو يعني ما نعرف كيف أشرحلك إياها ولكن فيه إقبال فيه الفكرة نفسها حقت المكسيكي ولكن بمفهوم شوي